أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء الذي ذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف في الآية الخامسة والسبعين بعد المئة واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين جاء في أقوال المفسرين أن هذه الآية ذم لرجل من بني إسرائيل يقال له بالعام بن باعورا أو بلعم وكان من علمائهم وقيل أمية بن أبي الصلت الثقفي وهو شاعر مشهور كان قد قرأ كتب في الجاهلية وتعبد وحرم على نفسه الخمر وابتعد عن عبادة الأوثان وطمع في النبوة فلما بعث الله محمداً عليه الصلاة والسلام حسده مياه وكان يظن نفسه أنه هو النبي المنتظر ولم يسلم ومات في السنة التاسعة كافراً جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال آمن كفر قلبه وآمن شعره وأيما كان الأمر فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مقرر في قواعد التفسير آتيناه آياتنا أي علمناه علم كتاب الله فصار عالماً فانسلخ منها أي استحوذ عليه الشيطان وكفر بها ونبذها وراء ظهره فأتبعه الشيطان فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين يعني عند انسلاخه عن الآيات لحقه فأدركه وتسلط عليه وصار قريناً له هنا قال فأتبعه الشيطان يعني الشيطان أدركه ولحقه بحيث ظفر به وافترسه ولهذا قال فأتبعه الشيطان ولم يقل تبعه فإن في معنى أتبعه أدركه ولحقه كما أشار ابن القيم وهو أبلغ من تبعه لفظاً ومعنى فأتبعه الشيطان كان الشيطان ظفر به وافترسه فكان من الغاوين من المتصفين بالغي والضلال بعد أن كان من الراشدين المهتدين وهذا لأن الله وكله إلى نفسه وخذله فلهذا قال تعالى ولو شئنا لرفعناه بها وهذا المثال مع المذكور في سورة الجمعة في قول مثل الذين حملوا التوراة ذم لعالم السوء الذي لا يعمل بعلمه لا يعمل بعلمه فلهذا قال ولو شئنا لرفعناه بها أي بسببها بحيث نوفقه للعمل بها فيرتفع في الدنيا والآخرة ولكنه أخلد إلى الأرض ولكنه أخلد إلى الأرض أصل الإخلاد اللزوم يقال أخلد فلان بالمكان إذا أقام فيه ولزمه والمعنى هنا أنه مال إلى الدنيا ورغب فيها وآثرها على الآخرة أنه مال إلى الدنيا ورغب فيها وآثرها على الآخرة واتبع هواه اتبع ما تهواه نفسه في إثار الدنيا وأعرض عن طاعة ربه والعمل بمعلم ولهذا ضرب له هذا المثل قال فمثله كمثل الكلب مثله في شدة حرصي على الدنيا وانقطاع قلبه إليها كمثل الكلب فهو لا يدعو الله سواء انطرد وحمل علي أو ترك فلم يطرد فهذا مثل لتركه العمل بآيات الله التي آتاه الله تعالى إياها قال البغوي رحمه الله والمعنى أن هذا الكافر إن زجرته لم ينزجر أن هذا الكافر إن زجرته لم ينزجر وإن تركته لم يهتدي قال البغوي والمعنى أن هذا الكافر إن زجرته لم ينزجر وإن تركته لم يهتدي فالحالتان عنده سواء كحالتي الكلب فالحالتان عنده سواء كحالتي الكلب إن طُرِد وحمل عليه بالطرد كان لاهِثًا وإن تُرِك وربض كان لاهِثًا وقال مجاهد هو مثل الذي يقرأ الكتاب ولا يعمل به وقال ابن جزي ووجه تشبيه ذلك الرجل به أنه إن وعظته فهو ظال وإن لن تعظه فهو ظال فظلالته على كل حال كما أن لاهث الكلب على كل حال واضح التشبيه قال ابن جزي ووجه تشبيه ذلك الرجل به يعني بالكلب إن وعظته فهو ظال وإن تركته فهو ظال فظلالته على كل حال كما أن لاهث الكلب على كل حال ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا صفة المكذبين كصفة الكلب في لهثه وكصفة الرجل المشبه به لأنهم إن أنذروا لم يهتدوا وإن تركوا أيضًا لم يهتدوا وهذا يشمل كل من كذب بآيات الله عز وجل وعرف الحق فأعرض عنه واتبع هواه فهو داخل تحت حكم هذه الآية قال ابن القيم رحمه الله على هذه الآية واتبع عليهم نبأ الذي آتيناه وآياتنا قال ما خلاصة هذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه وتأمل ما تضمنته هذه الآية من ذنبه من وجوه الأولى أنه ظل بعد العلم ظل بعد العلم واختار الكفر على الإيمان عمدًا لا جهلًا الثاني أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبداً الثالث أن الشيطان أدركه ولحقه بحيث ضافر به وافترسه الرابع أنه غوي بعد الرشد والغي الضلال في العلم والقصد الخامس أنه سبحانه لم يشأن يرفعه بالعلم فكان سبب هلاكه ووبالًا عليه السادس أنه سبحانه أخبر عن خسة همته وأنه اختار الأسفل الأدنى على الأشرف الأعلى اختار المتاع الزائل على الباقي السابع أنه أن اختياره للأدنى لم يكن عن خاطر وحديث نفس لكنه كان عن إخلاد إلى الأرض ولزوم على الدوام وعبر عنه بالإخلاد إلى الأرض لأن الدنيا هي الأرض وما فيها وما يستخرج منها من الزينة والمتاع فقالوا لكنه أخلد إلى الأرض كل اللي على الدنيا من الأرض وإلى الأرض يكون الثامن أنه رغب عن هداه واتبع هواه فجعل هواه إمامًا له يقتدي به ويتبعه التاسع أنه شباه بالكلب الذي هو خس الحيوانات همَّة وأسقط الحيوانات نفسًا وأبخل الحيوانات العاشر والأخير أنه شبه لهثه على الدنيا وعدم صبر على الدنيا وجزعه لفقد الدنيا وحرصه على تحصيلها بلهث الكلب في حالة يتركه والحمل عليه بالطرد وهذا التمثيل لم يقع بكل كلب وإنما وقع بالكلب اللاهث لاحظ الكلب اللاهث فقط وهذا أخس ما يكون وأبشعه كلام من القيم كلام جميل جدًا ذكره في كتاب بداعي الفوائد فاقصص القصص لعلهم يتفكرون لعلهم يتفكرون في ضرب الأمثال وفي العبر والآيات لعل بني إسرائيل العالمين بحال بالعام يحذرون أن يكونوا مثله وقد أعطاهم الله علماً وميزهم على من عداهم من الأعراب وجعل بأيديهم صفة محمد صلى الله عليه وسلم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم واضح وجه التمثيل يا إخواني أنهم الآن إن كتموا صفة محمد عليه الصلاة والسلام وأعرضوا عن الإمام به تشبهوا ببلعام لأنهم يكون كفرهم عن جحود وهذا أبشع مثل ما قول الله تعالى فيما سبق ودرسوا ودرسوا ما فيه هذا أشنع إذا كان النسان يجحد عن علم ومعرفة هذا خطير جدا ثم قال الله ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون أي ساء وقبأ وقبح مثل من كذب بآيات الله وظلم نفسه بأنواع المعاصي فإن مثل أو مثل السوء جاء في صحي البخاري مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه وأنفسهم كانوا يظلمون يعني ما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن الهدى وطاعة المولى والركون إلى دار البلا والإقبال على تحصيل اللذات وموافقة الهوى وفي هذه الآيات الترغيب في العمل بالعلم وأن ذلك رفعه من الله لصاحبه وعصمة من الشيطان والترهيب من ضد ذلك ومن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم قال علي رضي الله عنه فالعلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل قال الله تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون الهداية والإضلال بيد الله والمهتدي والسالك سبيل الحق الذي يوفقه الله جل وعلا للخيرات ويعصمه من المكرهات ويعلمه ما لم يكن يعلم هو المهتدي حقا وقد جاء في سنن الترمذي والحاكم عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمه إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمه فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ظل فلذلك أقول جف القلم على علم الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون الهالكون الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة لأن ذلك هو الخسران المبين ولهذا روى الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون هذا خبر من الله سبحانه وتعالى عن كثرة الغاوين الضالين المتبعين لإبليس وجنوده يقول تعالى ولقد ذرأنا لجهنم أي خلقنا وأوجدنا وبثثنا لسكن جهنم كثيرا من الجن والإنس وفي ضمن هذا وعيد للكفار في ضمن هذا وعيد للكفار ما صفتهم؟ قال لهم قلوب لا يفقهون بها هذا وصف هذه الطائفة المعرضة عن النظر في آيات الله عز وجل وأن قلوبهم لا تفقه والفقه الفهم فهم لا يصل إليهم فقه ولا علم إلا مجرد قيام الحج عليهم وأعينهم لا تبصر ما ينفعها وأذانهم لا تسمع سماعا يصل للقلوب فهم لا ينتفعون بشيء من هذه الجوارح التي جعلها الله لهم كما قال تعالى وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال عن المنافقين صم بكم عمي فهم لا يرجعون وقال عن الكافرين صم بكم عمي فهم لا يعقلون ولم يكونوا صم بكما عميا إلا عن الهدى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم نتولوا وهم معرضون فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور وقال عنهم أولئك كالأنعام يعني بهذه الأوصاف القبيحة هم كالبهائم التي فقدت العقول فلا تفقه ما يقال لها ولا تعي بل هم أضل أضل من البهائم يعني أرد من البهائم لماذا لأن البهيمة إذا صارت بالشمس إذا صارت بالشمس مثلا في شدة الصيف إذا صارت بالظل وقال صد الظل وجدها الشمس قامت تجهت للظل إذا عطشت صارت تبحث عن عن الماء فإذا وجدت الماء شربت هؤلاء أضل من البهائم لأن البهائم ما لا اختيار ولا تمييز ومع ذلك تهرب من المظار وتطلب لنفسها الماء والمرعى الجيد والغذاء وهؤلاء لهم عقول ومع ذلك ما يبحثون عن شيء ينفعهم ويفيدهم ولهذا الله سبحانه وتعالى قال بل هم أضل أولئك هم الغافلون الكاملون الغفلة لما هم عليه من عدم التمييز الذي هو من شأن من له عقل وبصر ثم قال الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون أسماء الله تعالى حسنى والحسنى تأنيث الأحسن أي التي هي أحسن الأسماء لدلالته على أحسن مسمى وأشرف مدلول ومن تمام كونها حسنى أنه لا يدعى جل وعلا دعاء العبادة ودعاء المسألة إذا قلت لك ادعو الله دعاء عبادة ودعاء مسألة نعم حسنت نعم دعاء العبادة انتثال الأوامر والنواهي كلها الصلاة والصيام والزكاة والحج التعبد دعاء المسألة أنت أقول اللهم رزقني وعافني واغفر لي وأدخلني الجنة هذا هو فهذه الآية الكريمة تدل على إثبات أسماء الله جل وعلا الحسن وقد ذكرت أسماء الله الحسن في القرآن وفي السنة وقد روى البخاري المسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن لله تسعة وتسعين أسم مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة وهو وطر يحب الوتر وأسماء الله ليست محصورة في التسعة والتسعين هذه لكن هذه التسعة والتسعين ثوابها أن من أحصاها دخل الجنة وقد جمعها العلماء من القرآن والسنة ما معنى نحن قلنا أنها ليست محصورة في هذا هل في دليل نعم قوله عليه الصلاة والسلام أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك فهذا دليل على أن فيه من الأسماء ما استأثر الله تعالى في العلم بها ما معنى من أحصاها دخل الجنة أي نعم أحصاها عند العلماء يعني حفظها وعرف معناها وآمن بها وبما دلت عليه من الصفات ودع الله تعالى بها أحصاها لكن هذه الأسماء التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة وهذا يحزننا كثيرا إعراض كثيرا من المسلمين عن هذا الأمر المفروض أن الإنسان يحرص أن يحفظ أسماء الله يعدها الله الملك القدوس السلام المؤمن المصور العزيز الجبار الفتاح وهكذا يعدها عددا ويعرف معانيها إذا قل ما معنى القدوس يقول المنزحا كل عيب ما معنى الرحمن الذي رحمته وسعت كل شيء يرحم بها من يشاء يعرف معانيها ويدعو الله بها يا رزاق رزقني يا رحمن رحمني يا لطيف الطفبي يحفظها ويعدها ويعرف معانيها ويصف الله سبحانه وتعالى بما تتضمن هذه الأسماء من الصفات فيعلم أنه من أسماءه الغفور وأنه ذو مغفرة وأنه من أسماءه الرحمن وأنه ذو رحمة يرحم بها من يشاء وأنه سبحانه وتعالى عزيز وله العزة وهكذا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه وللحاد هو الميل عن وسط الشي إلى جانبه وللحاد في أسماء الله كما ذكر ابن القيم هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها الإلحد في أسماء الله هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها العدول الإلحد في أسمائه العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادة لحدة ولهذا سمي اللحد لحداً لأنه مايل مايل عن جهة القبلة إذا عرف هذا فالإلحد في أسماء الله سبحانه وتعالى أنواع النوع الأول من أنواع الإلحد أن يسمي الأصنام بها كتسمية المشركين اللات من الإله والعزة من العزيز ومنات من المنان والنوع الثاني من أنواع الحاد في أسماء الله تسميته جل وعلا بما لا يليق تسميته بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أباً والعياذ بالله والنوع الثالث وصف الله من أنواع الإلحد وصف الله تعالى بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص كقول أخبث اليهود إنه فقير وقولهم يد الله مغلولة تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً النوع الرابع من معاني الإلحد تعطيل الأسماء عن معانيها تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها جحد حقائقها وجحد حقائقها كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني فيطلقون عليه اسم السميع السميع يقول بلا سمع بصير بلا بصر وهكذا هذا سمعه معرابي على الفترة سمع واحد من هؤلاء الضالين المعطلة يقول إن الله سميع بلا سمع بصير بلا بصر قال صاحبكم هذا مجنون كيف تقول الإنسان راسك على جسمك على راسك ثم تقول لا مو على راسك كيف هذا كيف سميع بلا سمع بصير بلا هذا ما يقبل لا عقلاً ولا لغة ولا النوع الخامس من أنواع التعطيل تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله عما يقول الممثلون والمشبهون علواً كبيراً هذا خلاصة ما أشار إليه وذكره الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله سيجزون ما كانوا يعملون هذه الجملة تنزل منزلة التعليل للأمر بترك الملحدين يعني لا تهتموا بهؤلاء الذين يلحدون في أسماء الله ولا تحزنوا لهم لأن الله سيجزيهم بسوء صنيعهم وسمي إلحادهم عملاً سيجزون ما كانوا يعملون لأنهم من أعمال قلوبهم وألسنتهم لأنهم من أعمال قلوبهم وألسنتهم ثم قال تعالى وَمِمَّن خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ هذا تنويهم بالمسلمين المهتدين يعني وَمِمَّن خَلَقْنَا من الخلق الذي خلقنا جماعةٌ فاضلةٌ كاملةٌ في نفسها مكملةٌ لغيرها يهتدون بالحق فيعملون به ويعلمونه ويدعون غيرهم إليه وبه يعدلون بين الناس فينصفونهم في الأحكام والأموال والدماء والحقوق وغير ذلك وفي الصحيحين من حديث معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال طائفةٌ من أمتي قائمةٌ بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس وهذا الحديث من الحديث المتواترة حديث الطائفة المنصورة أنت اللي سألت عن آية قبل قليل هنا تنويهم بالمسلمين وممن خلقنا أمةٌ يهدون بالحق وبه يعدلون هذه في المسلمين نعم وممن خلقنا أمةٌ يهدون بالحق وبه يعدلون وقد يوجد أيضاً من الأمم السابقة منهم على هذه الصفة لكن الله قال وممن خلقنا أمةٌ يهدون بالحق وبه يعدلون ثم قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين يقول تعالى ذكره والذين كذبوا بأدلتنا وأعلامنا فجحدوها ولم يتذكروا بها سنمهلهم بغرته وتزيين ونزين لهم سوء أعمالهم يحسبون أنهم على هدى حتى يأتيهم أمر الله فيأخذهم بأفعالهم السيئة ويجازيهم بها من العقوبة ما قد أعده سبحانه وتعالى لهم وذلك هو استدراجه إياه ذلك هو استدراج الله جل وعلا إياهم سنستدرجهم قال ابن عباس سنمكروا بهم سنمكروا بهم سنستدرجهم سنمكروا بهم وقيل نأتيهم من مأمنهم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا سنأتيهم من مأمنهم وقال الضحاك كلما جددوا معصية جددنا لهم نعمة وقد جاء في الحديث إذا رأيت الله جل وعلا يتابع نعمه على عبده وهو مستمر على معصيته فإن ماذا ذلك استدراج استدراج حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغته فإذا هم مبلسون وقال الحسن البصري كم من مستدرج بالإحسان إليه وكم من مفتون بالثناء عليه وكم من مغرور بالستر عليه قال الحسن البصري كم من مستدرج بالإحسان إليه وكم من مفتون بالثناء عليه وكم من مغرور بالستر عليه فالله تعالى يمهلهم حتى يظنوا أنهم لا يؤخذون ولا يعاقبون فيزداد كفراً وشرًا وبذلك تزيد عقوبتهم ويتضاعف عذابهم فيأخذهم الله جل وعلا من حيث لم يحتسبوا ولهذا قال وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ أي أُمْهِلُهم وَأُطِيلُوا فِي أَعْمَارِهِمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ أي قويٌّ بَلِيغٌ شَدِيدٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ما بصاحبهم من جنة إنه إلا نذيرٌ مُبين أَوَلَمْ يَنْظُرُوا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون مَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُونَ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا هنا استفهام للتعجيب من حالهم والإنكار عليهم وتوبيخهم على هذا الإفك الذي يقولونه وقد نفى الله ذلك في آياتٍ عديدة كما قال وما صاحبكم بمجنون ما بصاحبهم من جنة وقال فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهنٍ ولا مجنون ووصفه صلى الله عليه وسلم بأنه صاحبهم هو بمعنى الذي اشتغلوا بشأنه ولزموا الخوض في أمره والجنة اسمٌ للجنون ما بصاحبهم من جنة وهو الخبال الذي يعتر الإنسان من أثر مس الجن له إنه إلا نذيرٌ مبين مبالغ في الإنذار عليه الصلاة والسلام يحذِّرهم مما يضرهم ويدعوهم إلى ما في نجاتهم وفلاحهم وسعادتهم في الدارين ولما بيَّن الله جل وعلا ما عندهم من الخلل في الحكم على الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم إخلالهم في التأمُّل بآيات الكون في الآفاق والأنفس وما خلق الله من شيء مما هو آياتٌ من آيات وحدانيته جل وعلا التي دعاهم إليها النبي عليه الصلاة والسلام ليؤمنوا بها أو لم ينظروا في ملكوت السماء والأرض وما خلق الله من شيء فجميع أجزاء العالم تدلع أعظم دلال على قدرة الله جل وعلا وحكمته وسعة رحمته وإحسانه وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم هذا معطوف على قوله ما خلق الله من شيء والمعنى ألم ينظروا في توقع قرب أجلهم واقتراب قبض أرواحهم وهم في غفلة معرضون فلا يتمكنون حينئذ من توبة ولا استدراك فبأي حديث بعده يؤمنون أي إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن الكريم وهو المعجز بلفظه ومعناه فبأي حديث يؤمنون بعده أو لم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون فإن لم ينتفعوا بدلالة ما ذكر ولم يؤمنوا فلا يرجى منهم إيمان بعد ذلك لكن الظال لا حيلة فيه ولهذا قال من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون أي يدعهم الله في تماديهم في كفرهم يتحيرون ويترددون فلا يخرجون منه ليستوجبوا الغاية التي كتبها الله لهم من عقوبته وأليم نكاله ويذرهم في طغيانهم يعمهون ثم قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجلِّها لوقتها إلا هو الساعة لي القيامة يسأل الكافرون عن القيامة استبعاداً لوقوعها وتكذيباً بها قائلين أيان مرساها أي متى وقت وقوعها وقيامها ومجيئها قال ابن عباس مرساها يعني منتهاها أي متى محطها وأيان آخر مدة الدنيا الذي هو أول وقت الساعة وهذا لا يعلمه أحد ولهذا لما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام قال أخبرني عن الساعة قال النبي عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يعني أنا وأياك سوى في كوننا لا نعلمها قل إنما علمها عند ربي لا يجلِّها لوقتها إلا هو يعني لا يظهرها لوقتها الذي قُدِّر أن تقوم فيه إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة قال قتاده ثقل علمها على أهل السماوات والأرض أنهم لا يعلمون متى تقوم لا تأتيكم إلا بغتة يعني فجأة من حيث لا يشعرون وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أنه قال تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم وتقوم الساعة والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعان حتى تقوم والرجل يلط في حوضه فما يستر حتى تقوم يسألونك كأنك يا محمد حفي عنها كأنك عالم بها وقد أخفى الله علمها على خلقه إن الله عنده علم الساعة ولكن أكثر الناس لا يعلمون وهم الجاهلون لا يعلمون أن الله استأثر بعلمها فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل وهذا يدلك على كذب من يقول إن الدنيا ستنتهي عام ألف و ألفين أو الثلاثة ألاف أو كذا أنه أولي كذبة لأن علم الساعة ووقت قيام الساعة لم يطلع الله جل وعلا عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ثم قال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرراً إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيبة لستكثرت من الخير وما مسني السوء وهذا بيان بأنه عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله وأنه لا يقدر على جلب نفع لنفسه ولا لغيره ولا يقدر على دفع ضر عن نفسه ولا عن غيره إلا بمشيئة الله فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب ولهذا قال الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من اغتظى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدد ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير قال البغوي أي لو كنت أعلم الخصب والجد لستكثرت من المال أي لسنة القحت وما مسني السوء أي الضر والفقر والجوع أي لفعلت الأسباب التي أعلم أنها تنتج لي المصالح والمنافع ولا حذرت من كل ما يفضي إلى سوء ومكروه ولكني لعدم علمي بالغيب وما يستقبل ما أدري قد يفوتني بعض مصالح الدنيا ومنافعها فلهذا ما أجهل من يتوجه بالدعاء والتضرع للمخلوق ويترك دعاء فاطر الأرض والسماوات ثم قال الله إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون أي ما أنا إلا مبلغ عن الله عز وجل لأحكامه أنذر بها قوماً وأبشر بها آخرين ولست أعلم بغيب الله جل وعلا الذي استأثر به نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفهم في كتابه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبار ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر